عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي اجتماعا مع مسؤولي الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص دوي الإعاقة شهد الاجتماع بحت سبل الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص دوي الإعاقة حيث سيتم نهاية الأسبوع الجاري لانتهاء من طباعة 9000 بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7000 بطاقة جديدة للأشخاص دوي الإعاقة والفية بطاقة إعادة إصدارة وذلك تمهيدا لتسليم تلك البطاقات لمستحقها الذين استوفوا كافة الإجراءات